أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن حماية الأمن وصون الاستقرار من ضرورات التنمية والبناء وأن الإرهاب عدون لهذه التنمية والشعوب وخطره يشكل هاجزا للحكومات لذا فإن الموقف الموحد ضد من يمول الإرهاب ويدعمه ضرورة لضمان أن تبقى دول هذه المنطقة في أمن وأمان هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل صباح يوم سعادة السيد وليام روباك سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي لدى المملكة وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص مملكة البحرين على الارتقاء بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وتوسيع أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات والارتقاء به لمجالات أوسع وأشمل مشيرا سموه إلى حرص مملكة البحرين على تنمية أوجه التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في شتى القطاعات استنادا إلى ما يربط بينهما من علاقات صداقة تاريخية قوية ورغبة متبادلة في إيجاد آفاق متنوعة للتعاون البناء والمثمر على كافة المستويات وشدد سموه على أن مملكة البحرين تحرص دوما على تنمية آفاق التعاون مع كافة الدول الشقيقة والصديقة في مختلف أرجاء العالم وفق الأطر القائمة على التفاهم والتنسيق والاحترام المتبادل بما يرسخ السلام والتقارب بين الشعوب واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع السفير الأمريكي التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية حيث أشهد سموه بالدور الذي تطلع به الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في إسناد كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام العالمي من جهته يعرب السفير الأمريكي لدى المملكة عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على ما يوليه سموه من اهتمام بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وبما هيئته الحكومة من أسباب التعاون طوال فترة عمله في المملكة دعما وتعزيزا للعلاقات الثنائية بين البلدين